اشتركوا في القناة اطفح من غير وين سألت الباشا قال لي خمرة لا واصلوا بروحهم ما بيقومش منها السجادة ما تصلي بيه ما نفعش اتصل بيه في اي وقت ما تهريش كتير اتصلي بيه عشان عايزها في موضوع مهم قال هنا موجود ولي انت عايزها انا حققه لك في الموبايل صفرناه نعم وكان لازم يسافر عشان انت تبقي فعلا سلفرتي ونديم باشا بعطه فشان تتحدى تابعه مسافر بس متخفيش فيه اوامر بتقول اني محدش يرد على الموبايل لأ تلاقي فيه اوامر بتقول اني يرد كمان على مسجاد بنتي وخزار ابننا تصدق انا معرفش اسم امه بقولك ايه انا عايزة اخد شاور اه استحمى يعني مالك اه مبالك تحت عمر وانا بقى هستحمى في الحمام المعفن بتاعك ودا او دا المتاح والامر اللي عندي ان انت ما ينفعش تبقي من هنا الشنط اللي كانت في العربية ايه واعتقول لي سفرت هي كمان لا ازاي هتسافر لوحدها يعني الشنط موجودة الشنط ايه عايزة بقيت الشنط ما تبصريش كده عايزة غاير هدومي ومالو تا حاجة بسيطة اجابلك الشنط وتطلعي منها اللي انت عايزها وعايزة شاورجال وشنفوه عشر دقيق كل حاجة هتكون عندك استنى ما عندكش ايه ازازة وعن هنا او حتى فتكا مش هقوله سبينا تفكر لا ما تفكرش فحتى وما تقلقش ايه ايه ما سمعتش ولا عايزني عادها لك تاني تايزة لنا قاية ناديم باشا مش هحسن ما هو يقتلك هو يقتني ليه تفتكر لما هيعرف عن القاعدة الحلوة قوي اللي احنا قاعدينها مع بعض الوحدنا دي هيكفأك انا انا دا انت طلعت جبان جوب امال عمادل قلت ايه انت كان لازم كده بقى يسموك عمادل فار تلعت في الشينك قوي بقى يا راجل يا عبيت تفتكر يعني ينفع قوله حاجة من اللي بنا طب هقوله ايه ان ضهري كان مجعني قوي وانك عملتني مساج وانبعدين انا عارف اني مكنش رتقدر تقولي حاجة من اللي حصل بس 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 ميتو التهديد هيقتلك ومش هيقتلك لا من جيد هيقتلك هو هيقتلك هيقتني لي بقى عشان هو بيحب ينظف ورا لا انا مش مهم حاجة مدام رشا محتاج ان نفهم يعني لما معادك حيجي وانتي ناسيا يا صرار نادين باشا كلها في جبي ما هو عشان كده يا حلو هيبقى عايز يخلص منك نادين باشا بابا بيحبش الدم لا والله علينا برضه اما الدم واليد ده اللي لسه منشوف لا مادام رشا انا مقتلتش واليد ولا نادين باشا اللي اعمل كده احنا بس حبنا نورس ودانو عشان ناخد صور الفوتوشوب اللي كان بيهدتكم بيها فوتوشوب؟ هو قالك ان الصور دي فوتوشوب؟ اما ليعنا اربعة في ستة هتكون ايه يعني؟ يهمك تعرف؟ اللهي يهمني ويهمني اعرف كمان انت لسه على زمته ولا طلع اجزام انتي مولت الامبارع بس ده موضوع كبير ومحتاج شرح طويل وكلام وراغي وانا ما بحبش النور بيوترني قوي ما تقفل النور عشان اتكلم براحتنا ولا انت بتخاف متضلمة؟ موضوع كبير اطفل النور يانعرا سودو من ايهب بستة نيلة اه يا عمان كلمتين كتير انت نعم يا رحمك هربت يعني ايه شغل معك رجلة ولا نسون بترح اخرس تقلب الدنيا عليها وتجيبها من تحت الارض مفهوم يا لديم باشا لا 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 تطمن يا باشا تحت عمرك قبل ما يطلع النهارها تكون تحت يدينها سلام يا باشا شطور يا دودو الله ما لك متوتر كده ليه لو عتقولي انك خايف ما كدب لأ قلتلك لا خلص ولا تزعل نفسك شوية وكلمه وقوله انك لقيتني ما ينفعش ما ينفعش ليه عشان حبيتني سه قولي انك حبي وانك ما كنتش عارف ان فيه كده اصلا هي امراتك شكلها ايه ملهاش ثور هنا ملهاش ليه هو ده مش مكانك لا ده الخن بتاعي بس ما تلاقيش مفيش حد اعرف يوصلك هنا يا حقيقة دي طب بصي بقى اللي اوله شرط اخره نوتي عايز تتجوزني بعد ما نخلص منه اوكي بس تطلق امراتك الاول ولا اقولك حرام انا مش خرابة بيوت لا تطلقها ولا تتجوز خلينا كده احسن ولا انت خايف اخضر بيك بعد ما ورسه واقول يا فكيك اذا نحن اخدرك واانت بعد ما تخدري بي وتقول لي يا فكيك ما تروح مني فيني يعني هى هعلى قولك انا تحت عينك وبين ايديك وبعدين لو عملت كده نطربني موتني قطعني حتا طب يا راشا أنا عايزة أسألك سؤال هو ناديم باشا قال لحد أنه هو طلقك ولو قال هنجيب مئة واحد يشهته من ما طلقنيش وأن أنت جيت خدتني من بيته على المطار ووسك علي كمان وبعدين ما تنساش أنه ألف محضر رسمي أني لسه مرطوع على زمته وأن كل اللي كتب في الجرائد عن طلقنا كذب في كذب ده غير بقى الأسيمة والدفتر اللي هيتحرقه جمد أنت بس قلبك والطلق أنت عارف يعني إيه؟ يبقى معاك نص صروته؟ ولا أنت غوي فقر وشحاته وتوطي على جزمته تبوسها ويرميلك شوية ملالين مع أنه هو اللي المفروض يبوس جزمتك ده أنت اللي بتحميه وبتشيل عنه المصائب ساكت ليه؟ بصراحة خايف نتكشف يا حبيبي أنا مجهز لك خطة إبليس نفسه هينبهر بيها هاتي أنت بس اللي قلت لك علي وملكش دعم واللي أنت قلت لك علي أهو حياتي كده بقى مناقش غير الأكل عشان نحضر له العشاء الأخير محضر ايوة يا أستاذ عايزة قابل البش مهندس نديم حرّتك فيه معايد؟ آه فيه معايد وهو مستنين انت بتفضل معي الأستاذ عنده معايد مع البش مهندس نديم طيب لتشكلين مساء الخير البوب وعند معايد مع البش مهندس نديم وهو لو أنت عندك معايد أكيد أنا لها بعرفة لأ ده حاجة بيني وبين ده على أساس أن أنت وصحاب يعني مادام أميرة هو حضرتك مش واخد بالك مني ولا لي أنا اللي بابقى مع العمدة في الإيفينتات بتاعتكم مين العمدة؟ عماد القط آه تصدق بشبه عليك معلش أصل كلكم بتبقوا شابه بعض حبيبك النبي توصليني بالبش مهندس نديم طيب مش لما عرف الأول أنت عاوزه فيه لأ ده سر وما ينفعش يتقال لحد غيره خلاص إحنا فيه إحنا نكلم عمدة لأ في عرضك ده موضوع يتقل فيه لي إيه أنت مش عايز عماد يعرف أنك هنا؟ أبوي سئيديك أنا مقدرش أقول حاجة أكتر من كده هو أنت قلت حاجة ومش أقول أي حاجة غير قدام الباشا أوكي ألو ناديم بيه فيه واحد هنا بيسأل على حضرتك اسمه كيه؟ البوب وليلي قهاب اللي شغال مع عماد في المغزل وهو هيعرف على طول بيقول أنه هو البوب اللي شغال مع عماد إيه حضرتك مشغول؟ خلاص هعرف عاوز إيه وابلغك مساء خير مساء النور أنت مصحتك إيه دي على الراجل اللي أنت شغال معه من سنين وتيجي تقول الكلام دا يا باشا من الآخر كده أنا ما بحبش الخيانة ودع واحد جنابك استأمنته وهو خيانك ما بحبش الخيانة واللي أنت بتعمله إيه دلوقتي مش خيانة؟ ولا أنت طمعان في الوضع اللي هو فيه فقلت أسفينه واركب مكانه ما ترد؟ أنا خدام جنابك يا باشا خدامك يا باشا بس أنت ما عندكش خدمة تقدمها دي الست اللي عندوك دي ما تهمنيش خالص هي لو تهمني أسابها في المكان الحقير اللي هي فيه دي خد الباب وراك ساعدتك وعدتني إن كل اللي قلتوله خايف ضل سر بيني وبينك أنت سمعتني؟ ما بحبش عايدي الكلمة مرتين برا أبس رجليك يا باشا ما تقولوش لو عارف هي تباحني أنت يا حيوان في مكتبي وخايف من حد تاني برا برا تعالي خدامك يا باشا خدامك يا باشا عارف مكانهم؟ لا يا باشا هو خدها الصبح في عربيته وقال لي إن جنابك طلبت منه ينقلها في مكان تاني عايز وقت قدي وتعرف مكانهم؟ بكرة الصبح تكون عندك مكانهم يا باشا بكرة الصبح تجيب لي مكانهم؟ لا يا باشا أنا بعمل ده محابة مش عايز فلوس ولا حاجة لسمح الله ده حب في ساعدتك حب؟ أيوة يا باشا أنا أقدر الحب جدا أيوة يا باشا بس فيه رجالة ومصاريف أنا مش عايز حاجة النفس لسمح الله بكرة الصبح تكون عندك عنوان يا باشا سلام يا باشا وحياتك ما هيطلع لي صبح يا خوفي لي ألحقوه أنت ما وقعتها قدتوا محد السمع عليك ويبقى لبسنا كلنا في حطة ساد يلحقوه من يهبل انت ده هي ديتها شوكة واحدة هيكلها من هنا ويتكون من هنا ده بيفرد منه مكلش أولا ما الأكل ده في الزبالة وافرد ليه حاجة زي دي وهو قاعد لوحده وبعدين ده أنا جايبا له الأكل اللي هو بيموت فيه وإن شاء الله هيموت به ومن الرستوران اللي هو بيأكل منه وهو مغمّد عنيه وهو مغمّد عنيه؟ أنا مش متطمّن ليه يا بني؟ ما احنا ماشيين صحة هو الأوردر وطلبناها وبإسم زفتة التين أميرة والراجل بتاعك واستلم وجاب هو لنا وبنزبطه خايف من إيه بقى؟ أنا مش خايف أنا بس بحطه في ترادات إفريد أنه هو قبل ما يأكل كلم أميرة وسألها يسأل مين؟ يا بني دي حاجة معتادة عملناها مئة ألف مرة وأنا مسافرة مش عارف يمكن عشان حوارات السم دي ماليش فيها وماليكش تيها ليه بقى يا حبيبي؟ يعني شايف يا بتاعة حريب؟ عايزة حد إيدي نعمة زيك كده وإنت عارفاني أنا بحب أجب من الآخر وأخلص على طول طب ما أنت يا مخلصاتي اللي قلت إن ده مش هينفع معاه؟ معه صعب وحد يعرفي استاد نادين باشا ده لوحده ده بدي لازينة رفع كتافة على الكل ما بيخطيش خطوة غير بحساب ده غير بقى أن الدنيا هتقوم ومش هتقعد غير لما يعرفوا مين اللي قتل ويجيبوا كمان السلاحة اللي اتضرب بيه إن ما كده في الشياك الأوردر وطلبناه من المطعم الفلان وبإسم سكرتيرتو يعني التحقيق رايح في اتجاه تاني خالص ده لو بقى فيه تحقيق أصلا مش يمكن يقولوا قداء وقدر ونخلص في الحالتين انت لازم تظهري بعديها بكم ساعة طبعا أول معرفة الخبر ركبت أول طيارة وجيت على طول وانت طبعا هتكون وصلتيني المطار عشان لما أميرة تبعاتي سواق الشركة يجي يلاقيني دربة طقم أسود وهتك يعيات وإزاي ده حصل وعايزة حق إجوزي والوطعم ده لازم يتقفل وكلها إسبعين تلاتة والقضية تتحفز ونعيش حقا هابنتي ليه؟ ربنا أستر لأيها بقى أصابت يا اتنين عمر هتصيب المهم بس الواد اللي بيعمل فيها بتاع الديليفري وهو بيسلم الأكل لسايد بتاع الأمن لأمتي لعيش أنا مختار ود فرازة أهو الواد الفرازة ده هو الخط الوحيد اللي ممكن يوقعنا خليك زكي وقطعه أقدريه هو الماكنة اللي معا بعد ما يخلص المشوار إيه الماكنة دي؟ ماكنة متسك لي يا هابي؟ طب خليه سرعه قبل ما البشا يروح وينم من غير عشا بتي لايش يا رشا مفيش حد بينم من غير عشا ما تشوفينا إيه الأخبار بقى؟ أخاف أبعد حد من رجالتي طلقت هناك انت لازم تبعد حد يعني؟ مالي يعني أعمل نفسي من بنا وأروح له أظن عادي؟ لا أقول لي مش عادي إن أروح له البيت في ساعة زي دي طب أتكلمه يمكن يروت عليك من جهالا ويقولك استنى يا قط وأتعذب شوية أه وماله أكلمه عشان تبقى نمريتي آخر رقم على مبايله وأبقى أول واحد يستفتحه بالنيابة جا مين والله يا رشا بنتطلعت بتفهم أم أنا فهم الدنيا فيها إيه وعشان بفهم أنا لازم نتكن هنا لحد ما الخبر يجينا لوحده مش عادرة هامونت معرف إيه اللي حصل وطفح ولا تماين لن من غير عشرة هقولك هلا حاجة أنت تتكلم سيد قوله بقولك يا سيد هو الباشا فين عمالة أكلمه ما بيردش على مبايله ادخل شوفهلي عشان أنا عايزة حاجة مهمة آه يا سيد بقى بيدخل على نديم باشا يلاقيه مرمي جنب الأكل وهو المواكيل النيابة يسأله يقوله يا باشا والله على العظيم أنا دخلت أطمن على الباشا أصلا ما دل قط كان بيتصل به ما بيردش عليه ويجي يشوفه مبايل الباشا ما يلقوش نمراتي أروح أنا بقى في ستين داعي لانت طلقت بتفهم بجد ما تحترمي الشعاوة يا رشد الصبر حلو فعشان كده احنا نفضل هنا لحد ما الخبر يجلنا لوحده طب يلا بقى عايزين نحتفل شيرز يا بيبي يا حبيبي لو جيمي بنتي يو يا عماد بنت تقيل قوي بلوش يا دعم معت إيه اللي حيوديها هناك أصلا قدرها شوف برضو يا ابن أنا ما بحبش حد يهزر معايا وانا لسا صحة من نوم اجري اجري يعملي كوباية نسكافية عشان فوق الهزارك الغابي ده عالصبح وبعدين انت بتستعبط سيبني تقولي اليوم نايمة عشان تلي تصحيني وتأخم علي يا باية اقولي انك بتستعبط وخايف تصدمني وتقولي ان ناديم مماتش يولع مماتش النهاردة هيموت بكرة لكن ليه دخلوشي في حاجة زي دي ليه البشر عليها دي مهما كان بنتي يا صحيح في السنة رخي ما بحبوش لكن بسيري فيهم انت سكت ليه انت وليناك بتستعبط اهو الكب بانت عنيك يا بحلوان يا بحلوان بتكتب علي يا ليه عمالتينك ايه انا عشان تكتب علي وتقول علي بنتي عشان تكتب علي ايه دي يا راشا عشان ايه عشان اصدق كلبك وبعدين ايه راشا دي انت نسيت نفسك انت صدقتني بموت فيك تبقى اهبل من هنا برويح اثني مجام راسا الله يا صحيحان يا حيوان انت نفسك انت نفسك انت نفسك يا حيوان برا برا انا كده ليه انت عايزة تنزلي ليه يلا وين لبس اللي انت لابسة ده انا حرة ما انتش حرة احنا في مصيبة لو منفعش رجل اكتخطي بره الباب ده لحد ما نشوف انا وانت هنعمل ايه واصلع انا ايه شغر حيوان زيك يقولي اعمل ايه ومعملش ايه انت انسيت نفسك ولا فاكر عشان اللي حصل ما بيننا من الروس هتتساوي انت حتة خدام ولا تسك الخدام ده مش وراكي سمع كلامك وعد الايدي اللي بمدتله الخدام ده تغفل ومبراش عارف ايه اللي مقبل عليه الراجل هو بيسلم علي في العازة زغار اللي بقينه كابني من فوق لي تحت كناس يقولي يا عط انا قريكو مش هسيبك راجل مين وعزمي انت فاكرني نغة هصدق انه ما ماتش وانه فيه حد تاني هو اللي مات انت عبيت يا لأ انا لو ما كنتش عبيت كنت مشيت وراكي كنت اسمعت الكلامك شكلك اطوع يا عط وهتطبل في دماغنا كلنا دماغك لوحدك انت عارف يعني ايه انه يجيب جردات من برايا ووقفهم في العزة على انه بيديني السكة كارت احمر بيلي يا عط اركن على جنبي ما انت خلاص رحت عليك ورشا هربت منا اسمي رشا هانم يا معفن انت رايحة فين انت مال اهلك على فكرة انا بفوتلك بمزاجي عشان عارف الظروف الظروف ايه؟ انت عط سيعة يا لأ اروع بنرشي اقول لي كذباتي هنا انت لو رجلك خرجت برا الباب ده وحد بس لقتك انروح في ستين ده ايه قدين فخري حويته مش سهلي زي ما انت فهمها انت اكنت امراته بس انا عارف اكتر منك وعارف ايديه وصله لحد فين هو ما ماتش بجد يعني احلفك على مصحف علشان تصدقيني طب يا رب انا لو بك دي بموت ولا يعني كنت اخدك معاه لعزة بقى وزي ما تيجي تيجي انا هتقول لي يا عزة استعدي بالله استعدي بالله بقى رشا اعطني دك عني لوعة تلمسني خالص مفهوم؟ مفهوم اسكت اسكت خالص صوتك بيعصبني مش عايز اسمع نفسك يا رشا يا كذب يا واضي يا رشا هالوجي هي اللي اكل انت سيمه اغرص طب عادي طبك مش عايز اسمع صوتك عايز اهدوه في البيت لحد الصبح عادي يا رشا ممكن اجيبلك انا صجار ما انت حريقة سجاير انا اروح على اول النصي اجيب سجاير واجي عايز حاجة تاني؟ اغرص 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 اخير اغرص 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 أتسلمت الأكل اللي كان معاكل بيه باش أنا حد قابلني قابل باب الفيلا بشوية كده قال لي ده أكل باش ما عنده سندين قلت له أه فعم حسيبني عليه وأخي يا حبيبي هو أنت مفروض تسلم الأكل لأي حد تقابله في الشرع وفكرت وساعتك الحرس بتاع ساعتك جبالة طول وقفين قدام الجوابة الساعة كانت كان حوالي أربعة ونص خمسة وانت استلمت الأكل الساعة كان كل متأخر يا باش قابل ساعتك والبسط بشوية بسيطة ممكن بس يتفاهمني حدودك إلا حصل عشان ده كله لو شفت الراجل اللي سلمته الأكل تعرفه؟ لو شفته تعرفه؟ أعرفه يا باش إيه؟ اللي بتقوله ده بجد؟ يعني إيه؟ يعني لو شفت اللي حبيبتي؟ انتوا إزاي؟ إزاي ده يحصل؟ وانت ليه تخب عليها حاجة زي دي؟ انتوا والبوليس؟ أبداً اللي عمل كده أولاً لسا؟ لا أنا مش هبلغ لبوليس أنا هتصرب بنفسي ملك الموضوع ده محدش عرفه وغيريكم معاك اتنين ثلاثة خليك معايا ثانية واحدة ملك أرد على الويت ما أرجعلك ما تقفليش ها؟ أي ها فين؟ طب خليك مكانا ذلك على طول لا 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 ما فيش صبح أنا ها غير هدوم من مسافة السكة يلا ألو؟ 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 لا دين باشا؟ أي أفين أي أفين أي أبي اللي قلتلي إنها هربت وبعدين جبتها على هنا فاكرني مش عارف هي فين يا ابني؟ ما عرفش طب أقوى فين يا ابني صاحبة الجاكت ده؟ فين انت؟ يا ابني أتكلموا أقول كل حاجة يا نديم بلاشا أقولك كل حاجة كل حاجة حصلت اللي تساعت بكلف في المغزل لا 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 يوجد من التراك في الأكل يا حيوانات يا أولا دي الكلب موتوا بنتي يا كفر والله يا راتيب ماش ها شغيل عمل كل حاجة من وراها يا من اللي وراك ونفع لكم انا يا راتيب ماش انا انا اكتفي من خيرك انا اخذ دهمك مش 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 معقولي يعني اخر الزمن هحولك انت يا حيواني اقني الكلب مين اللي وراك يا كفر يا كفر يا كلها حاجة يا هددتني والله العظيمة يا هددتني وقالتلي هكلمك هقولك ان هي هربت في كلمتك والله يا خفت اشكرها كفر لبتك واملتلك يا هربت وبعد كده انا شاكت عايز اعترف لك وجد سبقت خبر الاعلام الصغار الله ارحبها اكتر والله يا باش انا ما عملتا حاجة والله العظيمة عملتا حاجة انا دي باش اخرص 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 يا ابن الكلب هي اللي اتفقت مع الوحب بتاع الدليفري أحد يستنى استلم لأنه لأكل وحطري في السم يا لي دبرت كل حاجة ضبرت ازاي؟ نفصلت كل حاجة جاجاجاجابة البرنامج بتاع بتاع المغير الأسماء ده ومغير الأرقام وحطت رقامة قبيرة أشان كنت عايزة تلبسها الموضوع يعني هي اللي تصلت بالمطعم هي هي اللي تصلت ما شاء الله لأrier الغوالي عظيمة لما عملتا عاجة يا باب ما تتكلم يا باب بطول حاجة عوزنا اقول له ايه بعد اللي شفته بعنايا في الماغذن يا الله ما هذا؟ أنت بفرقة ما في Birmingham؟ أنا دماشية أنا دماشية أنا دماشية م thieves